تصعيد اسرائيلي متسارع في الضفة الغربية وسط مخاوف من عملية اقتحام واسعة النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين قوات الاحتلال اعلنت تنفيذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين بينما اكد نادي الاسير الفلسطيني ان جنود الاحتلال اعتقلوا اكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية معظمهم من مدينة جنين والقرى المحيطة بها كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق تولكرم ضمن حملتها في مناطق شمال الضفة حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين كما اكدت وزارة الصحة الفلسطينية اصابة عدد من الفلسطينيين معظمهم بالرصاص الحي في اعتداءات لقوات الاحتلال في جنين وطولكرم واريحة والاغوار تأتي هذه الحملة الاسرائيلية بعد يوم من اقتحام قوة اسرائيلية مخيمة جنين ما اسفر عن استشهاد فلسطيني واصابة اربعة عشر اخرين هذا التصعيد الاسرائيلي جاء بعد عملية نفذها فلسطيني من جنين في تل ابيب مساء الخميس واسفرت عن مقتل ثلاثة اسرائيليين قبل ان تطارد القوات منفذ العملية وتقتله في وقت لاحق كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت سلسلة عقوبات ضد سكان منطقة جنين تشمل اغلاق الحواجز الاسرائيلية المؤدية الى المدينة ومنع دخول تجار وكبار الرجال الاعمال الفلسطينيين من جنين الى اسرائيل بالاضافة الى منع زيارات العائلية بين سكان جنين والداخل ترجمة نانسي قنقر